السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في تفسير جديد على قناتكم لتفسير الأحلام حسب تفسير ابن سيرين لرؤية لبس لحذاء في المنام فإنه يدل على الصفر لما لبسه وما شبه وقد يكون الصفر لمال أو تجارة أو شراكة ويقول أيضا أن النهل في المنام للرجل على وجه العموم امرأة فإن كان من جل البقر كانت امرأة جميلة وإن كان الحذاء في المنام من غير نعين غير مهدوف عن البنت العضراء ورؤية حذاء الجل في المنام تدل على العلاقة الجيدة مع الآخرين وعلى العز والحماية إن شاء الله أما المشي بالخف في المنام حسب تفسير ابن سيرين إن كان على ما هو مكروه كالوحل أو الشوك أو ما شبهه كان دليل على الوقاية والحماية والحصول على الحذية في المنام بالنسبة للغجل يدل على إصابته يمرأة والحذاء الضيق في المنام هم شديد حسب تفسير ابن سيرين حسب ابن سيرين فإن القطاع الهداء في المنام يدل على تعطر الأصفار لمن كان على صفر ويقول ابن سيرين أن الحداء الأسوال في المنام امرأة غنية والمتلون امرأة متلونة فيما لبس الحداء للعذبات في المنام يدل على العمل أو الدراسة أو الزواج ولمتزوجة صلاح حاليا مع زوجها وللأرملة حلواء مع بن تاول ورؤية صريقة الحداء في المنام لا خير فيه إن كان الرأي مسروقا فهي تدل على الخيانة للزوجية هكذا نكون قد وصلنا إلى نهاية التفسير يوم أتمنى أن ينال عجابكم وإلى اللقاء في تفسير جديد على قناتكم إن شاء الله